ترأس سموه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة ترأس الاجتماع الأسبوعي للجنة استجابة عبر تقنية الاتصال المرئي وفي مستهل الاجتماع أشاد سموه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة وذلك من خلال متابعتهم لكافة الأمور المتعلقة بالمشاريع الرياضية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تنفيذها خلال المرحلة القادمة على الشكل الذي يخدم تطوير قطاع الشباب والرياضة بالمملكة بعد ذلك ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وحث سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أعضاء اللجنة على مواصلة الجهود التي تساهم في ترجمة تطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة من أجل النهوض بالحركتين شبابية والرياضية مشيدا سموه بالتعاون والتفاعل الكبيرين من الجهات الحكومية مع اللجنة والذي ستكون له انعكاسات إيجابية لدعم اللجنة في الوصول إلى أعلى معايير النجاح التي تتحقق من خلالها الأهداف التنموية التي تدعم تطوير مستوى الألعاب الرياضية وتهيئ لرياضيين المناخ الملائم الذي يساهم في الارتقاء بمستوياتهم من أجل مواصلة الظهور المشرث وإحراز المزيد من الإنجازات للرياضة البحرينية والتي تعزز من المكانة المرموقة التي تحتلها البحرين على خارطة الرياضة العالمية ترجمة نانسي قنقر